في ظل تشابك الملف السياسي والأمني ووسط حالة الترقب المسيطرة على المشهد يجدد فايز السراج دعوته لوقف إطلاق النار ويبدي استعداده لتنفيذ أي اتفاق يتوصل إليه الليبيون يخضي لتقليص المجلس الرئاسي أو تغييره موكلاً هذه المهمة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المتعثر في الغرب والمتمثل بعقيل صالح في الشرق وفي حال عجز أو فشل هذه الأطراف قال السراج بأنه سيلجأ لقانون الطوارئ لتشكيل حكومة أزمة وفي ظل مرحلة حساسة تختلط فيها مصالح وأوراق اللاعبين الدوليين وبروز مبادرتين عقيلة والسراج في زمن واحد التي يرى مراقبون بأنها لن تغير شيئاً على الأرض في ظل استمرار التحشيدات من جانب الفاقنر والرفض الواضح الذي جاء على لسان الناطق باسم ميليشيات الكرامة متهماً قوات حكومة الوفاق بأنها غير صادقة في مزاعم التهدئة وأنها تحتاج الوقت لإنهاء استعداداتها والتقدم صوب السرد والجفرة ومع رفض مجرم الحرب حفتر لمشروع منطقة منزوعة السلاح يبقى نجح هذه الخطوة وتنفيذ ما جاء فيها من إيقاف العمليات العسكرية محل تشكيك رغم التأييد الدولي فمجرم الحرب حفتر سيسعى لإفشال أي محادثات أو مبادرات لا يسيطر عليها بشكل كامل وأن الحل العسكرية هو الأقرب لحسم مصير مدينة السرد وقاعدة الجفرة العسكرية إذا ما تم ربطه بالتحركات على الأرض وسط هذه المعطيات واكتظاظ الملف الليبي باللاعبين الدوليين هل ينجح بيان السراج وطموح عقيل السياسي في إيقاف العمليات القتالية أم أن إصرار قوات حكومة الوفاق والحليف التركي على استرجاع سرد والجفرة ينبئ بتصعيد عسكري وشيك